اشتركوا في القناة برج الحمل رح تنتقل الزهرة صباح يوم 22 في تمام الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من برج الحوت لبرج الحمل زي ما حكينا ورح تظل موجود في برج الحمل حتى يوم 16-3 في تمام الساعة 10 و34 دقيقة مساء بتنتقل لبرج الثور بالنسبة لكوكب الزهرة يعتبر هو كوكب الحظ الأصغر اللي هو أقل من المشتري درجي هو كوكب بسيطر بإيجابياته على العاطفة على الحب على الانسجام على المال على الجاذبية على التفاهم والتفاهم والميول الفني أما بالنسبة لسلبياته فهو بركز على أمر الغيرة والعنادة فعشان هيك بتكن تنتبهوا في حال انتحاس الزهرة تكونوا منتبهين لهاي النقطة خلال الفترة المذكورة اللي هي ما بين 22-16-3 بيشعر موليد برج الحمل بتحسن بيظهر على مظهرهم الخارجي وبقوة العاطفة وتجاوب أحبائهم معهم منهم أشخاص ممكن يبدأوا فيه علاقة عاطفية جديدة أو يعززوا العلاقات العاطفية القامة إذا كانوا راضين عنها أساسا بيستفيد معهم طبعا الأبراج النارية الأسد والقوس والهوائية الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد لديه الزهرة ساعة ولادته في برج الحمل اللي بيولدوا وبتكون الزهرة موجودة عندهم في برج الحمل هدولا على طول الخط أعرف أنه هدولا عاطفيين جدا ما بيحتمل علاقة باردة أو حتى عادية بالعكس هذا بيحب أنه تكون العلاقة مميزة بالإثارة والحيوية وهذا الشخص بيعبر عنه رومانسيته بشكل واضح وقوي طيب إيش التأثيرات على جميع الأبراج لانتقال الزهرة للحمل برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا الزهرة رح يكون موجودة عندهم فهم أكثر المحظوظين في الفترة القادمة لأنه أول إشي رح يدعمهم عاطفيا ونفسيا ويعطيهم حضوظ ويغير من مزاجهم رح يفتح لهم مجالات إلها علاقة بالعمل بالارتباط بالحب بالغراميات بالمكاسب المالية يعني الفائدة رح تكون واسعة كثير فعشان هيك كل مولود من موليد برج الحمل رح يستفيد على حسب وجود الزهرة وين كانت ساعة ولدته برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا تتاح لهم فرصة قوية جدا للتعامل مع المؤسسات الكبيرة أو ترقي أو ترفيع أو حتى أمور إلها علاقة بخروج مسجون أو شخص بالمستشفى بيخرجه من المستشفى له فترة يعني بتعالج وبيخرجه من المستشفى فترة ممتازة وداعمة على هاي المستويات برج الجوزاء بينشطوا اجتماعيا بشكل كثيف وعلاقاتهم مع أصدقائهم بتكون داعم يعني بمعنى آخر ممكن يلجأ لأي صديق وصديقه ما يفشله ممكن يجي دعم من بعض الأصدقاء ممكن من خلال علاقة اجتماعية زي مناسبة أو حفلة يتعرف على حبيبة العمر أو على الزوجة اللي بدو يبدأ معها أو العكس برضو أنتها تتعرف على زوجة أو تنطلب خطبتها تكون بسبب مناسبة اجتماعية فعشان هيكي لازم يستغلوا وعلاقاتهم الاجتماعية بالفترة القادمة برج السرطان بيستفيدوا موريد برج السرطان في مجال العمل وبالذات مع المسؤولين ممكن يبدأوا عمل جديد أو يقدموا طلبات وينقبلوا أو ممكن أنه يجيهم ترفيع أو ترقي أو عروض لشغل جديد برواتب أحسن أو بأمور أفضل مما سبق يعني فرص فعشان هيك بدهم يستغلوا الفرص يركزوا على الدعم ويركزوا على الترفيعات والترقية والمناصب بالفترة هاي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد الاستفادة رح تكون على أمور العلاقة بالسفر البعيد بالهجرة بأوراق العلاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة بأمور العلاقة بالقضاء قضايا قضائية مثلا تنحسب لصالحهم بدهم يبدأوا برفع قضية فترة مناسب لهاي الأمور الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير برضو ممتازة وأيضا ممكن بداية عاطفية مع أشخاص إما أجانب أو من خلال مراكز ومعاهد وجامعات تعليمية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتتركز الأمور على مال المال هذا بيجي مال شراكة يعني قرض تركة شراكة مالية ممكن يدخلوا بشركة تعويضات أمور إلها علاقة بالمرابح المفاجئة أموال الزوج مثلا المكاسب البنكية زي تسوية أو أمور مثل هيك يعني الأجواء ممتازة وبرضو بيصير عندهم شغف على الأمور إما التاريخية أو الروحانية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الفترة هاي بتفتح مجال كبير لموليد الميزان للارتباط أو للزواج أو لتعزيز العلاقة مع شركاهم سواء بالعاطفة أو شركاء العمل فممكن يبدو شراكة جديدة أو يطوروا من شركتهم أو يصير مصالحة ما بين اثنين متخاصمين من ضمنهم موليد برج الميزان اللي ممكن يبادر بعملية المصالحة أو يرجع لحبيب قديم الزوجي تحديدا يعني وبتفتح زي ما حكينا مجالات للارتباط برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتفتح مجالات كتير إلهم بأمور عمل جديد أو عمل أو تعزيز العلاقة بالعمل بالذات ممكن بداية علاقة عاطفية مع أحد الزملاء أو الزميلات ولكن برضو ممكن يجيهم عرض لعمل جديد أو ينهوا بعض الأعمال اللي يكافأوا عليها المشكلة اللي بدهم ينتبهوا لها موليد برج العقرب اللي بدهم يحافظوا على وزن مناسب أو كسم مناسب بدهم يحذروا من ارتفاع الوزن في هاي الفترة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هاي الفترة بتفتح لهم مجالات لحظ مالي وعاطفي وارتباط وحب وغراميات ومكاسب تجميل حيوية طاقة يعني في حظ كثير بيدعمكم بالفترة هاي على كل هاي المجالات وبرضو بتدل على فرحة كبيرة رح تكون في خلال هاي المدة رح تفرح بحدث معين أو بشيء رح يكون لصالحك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة والاستفادة من أمور العلاقة بالسكن والعقارات والارتباط العائلي فممكن بعض موليد برج الجدي غيروا سكنهم أو يهتموا بمسائل العلاقة بالديكور أو التغييرات اللي العلاقة بالبيت والعقارات أو يبيعوا عقار كان صعب أنه ينباع بالفترة الماضية وأيضا بتدل على الروابط العائلية والمناسبات العائلية أو ممكن حفلة أو فرحة بتدخل عندهم على البيت برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتتركز كلها على الدراسة على الاتصالات على النشاط على الحركة على التجارة المحلية على الأمور اللي العلاقة بالامتحانات والدراسة بشكل قوي سفريات قصيرة لها علاقة برضو بالأجهزة الإلكترونية أجهزة التجميل تحديدا يعني الأجواء رح تكون مميزة حتى على مستوى الترفيه وتغيير الجو الرحلات السريعة بتستفيدوا منها بشكل قوي بسرعة البديهة منطقكم لسانكم قدرة على الإقناع بتصير عندكم بشكل كبير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الطاقة كلها رح تكون على الأمور المالية الفترة هاي بتفتح أمور الها علاقة بالمكاسب المكاسب هاي بتيجي من عمل إضافي صفقة مفاجئة عرض معين مالي ممكن هباءات دعم حدث معين يجي لك من وراء مردود مالي يعني كلها لها علاقة بالمال والمكاسب المالية اللي رح تغير كثير بوضعك وهي بداية مرحل جديدة بالنسبة لا إلك هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر